مسلسل عميل توقعات أحداث الحلقة 28 بتبدأ توقعات أحداث الحلقة 28 من مسلسل عميل بعد ما بيطلع أمير لبرة المكتب وبتكون خولة برة وبيقل لأمير لخولة ليكون زعلتي مني فبتقول له خولة لك أنتوا الاثنين خليتوني يعيش مشاعر الفرح والزعل بنفس الوقت وبهاي اللحظة بيكون ملحين بده يطلع عمنا الغرفة فبيشوف خولة وأمير واقفين فهو بيتخبى ورى باب المكتب وبتكون خولة عم تقول له لأمير في كتير كلام بدي أقول لك يا بس والله ما بعرف من وين لازم بلش وقبل بساعة بس كانت بتمنى تكون ميت وهلا أنت واقف قدامي لأنك الشخص يلي أنقض حياة أبي فأمير بيقول له أنا عملت واجبي مو أكتر لأنه هذا الصح وما في داعي للشكر خولة فبتردى عليه خولة وبتقول له ما حدا عمال مثل اللي قدرت تعمله يا أمير أنت رجعت اللي أبي فهون ملحين بيطلع لبرة وبيقول له لأمير يلا يا أمير صار فيك ترجع تشوف شغلك لأنه إذا رح يتم ويتشكروك ما بتقدر تعمل شي اليوم وهون أمير بيمشي من بيت ملحم بتيجي خولة لعد ملحم وبتقول له بابا هذا وصوف ليكو تحت إيجا شو لازم نعمل فبيقول له ملحم بدي ياكم تتعاملوا كأني متت لنشوف شو مخبي هذا الواضي وبتنسى الخولة تحت لحتى تستقبله وبيكون ملحم واقف بره بالصالون بحيث ما يقدر يشوفه وصوف وبيصير وصوف يواسي خولة ونيرمين لأنه بيشوف هون عم يبكوا على ملحم وبتقول له نيرمين الأوفياء يلي متلك بيعطونا القوة يا وصوف وإنت كنت وفي معنا وبيسألون وصوف بتكون شي لازم كون شي أماني فبتقول له خولة نحن بحاجة لشي واحد وبس وإنت بتعرفه يا وصوف فبيقول له وصوف لخولة اي أنا رح أمسكه ولا يهمكن وصحيح بتعرفه أنه أمير أخد كل شي بيملكه لمعلم ملحم ورجاله كمان واستولى على المطعم فبهي اللحظة بيجي مصطفى وبيكون عم ينادي لأبو وهون وصوف بتيجي جمدة ونيرمين بتمسك مصطفى وبيفهم مصطفى أنه ما لازم يحكي شي قدام وصوف وبيقول له بابا ما عم يروح من بالي أبدا هو لساته عايش مو هيك فهون على أساس وصوف بيكون زعلان ونيرمين بتقول له لمصطفى لا تعمل هيك يا أبني لا تخيل نزعل أكتر وبيطلع مصطفى لغرفته نيرمين بتقول له لوصوف لساتك قاعد هون روح أعمل شي لتمسكه لأمير فبيقول لون وصوف شو رأيك يا خولة تتصل فيه لأمير وتقول له مشان يجي وأنا وقته بتصرف معه فبتقول له نيرمين من أي مت كانت النسوان تعمل خطتكن يا وصوف لاقي خطة بعيدة عنا وبقوتك انت فهون وصوف بيكون بده يمشي وبيقول شامم ريحته للمعلم ملحم هون فملحم بيرفع سلاحه وبيجهزه لأي طارق وبيكفي وصوفه بيقول بحلف انه هو هون بهي الغرفة وحاسه بالبيت وريحته هون بكل البيت رح نشتقلك كتير يا معلم وبيقول أنا كتير مأهول ما رح أقدر تم هون أكتر من هيك بعدها بيطلع لبرات البيت وبس يطلع بتقول نيرمين يخرب بيته شو بيعرف يمثل أمير بيوصل على مطعب الكباب وبيقول الشبي اللي فتح له الباب عندك ضيف معلم ووقت بيفوت أمير لجوه بيكون بسام الرمحي وبيقول له لأمير عود لنحكي وبيقعد أمير وبيقول له الرمحي تعرفني مو هيك فبيقول له أمير لا والله ما حصل للشرف لسه فبيقول له بسام انت لساتك شب وأنا أجيد لأنصحك نصيحة أب فهون أمير بيوقف عن الكلام وبيقول له لحظة شوي هون ما في أي إيميل النصايح تعرف ليش لأنه آخر واحد قدم لي نصيحة كان ملحم وبتعرف شو نهايته فبيقول له الرمحي خليني خلص كلامي وما بدي أسمع كلامك يلي ما إله أي طعم ولون بما أنك ما عرفتني راح عرفك عن حالي أنا بسام الرمحي فهون أمير بيقول ايفوت بالموضوع فهون الرمحي بيقول له بعد عن طريقي لأنه ما كانت ملحم تلزمني فهون أمير بيقول له هاي المرة أنت سمعني منيح ليش ما بتشتغل معي ومنكمل شغله للمرحوم سوا فبيقول له الرمحي ما بيمشي الحال أنت ما بتفهم بهي الأصص فأمير بيقول له جربني وأنا شخص بيعرف حدودي منيح وأكيد ما راح عادي بسام الرمحي فبيقول له بسام شو بيشغلني مع واحد مطلوب فبيقول له أمير مو أنا اللي تخلصت منه وبيصيروا رجعوا لأمير كل هون يقولوا أنا اللي تخلصت منه لعبود وبعد كذا واحد بيقول هذا الكلام بيقول له أمير شوفوا نقي أي واحد من الشباب وبيروحوا بيعترف أنه هو اللي عملها فهون بسام الرمحي بيقول له لأمير أنت شاب قوي وقت حالك لن شوف شطرتك بالشغل كمان فبيقول له أمير ما راح تندم وبسام بيقول له لأمير ابنكي بتفاصيل الشغل المسا لأنه هاي الأمور ما بتصير هون وبيطلع بسام لبرة وبيقول لحاله أنت عايش يا ملحم وعم تجذبوها علي يامن وميادة ونور بيكونوا قاعدين بالبيت وميادة بتقول له ليامن حكيت شي مع أمير فبيقول له مع أمير فبيقول له نور أنا راح روح شوف شو صاير بالحارة ويامن بيحاول مع نور أنه يروح معا على الحارة بس بتأقنع نور أنه يتم جانب أم أمير ويدير باله عليها وبتقول له أساسا ما راح تطول وبتوصل نور على الحارة وبتشوف أنه كل شباب وأهل الحارة عام يسلموا عليها ويحترموها وبتستغرب من اللي صاير لحتى واحد من أهل الحارة يقل له لو عم تعملي هون يا بنتي فبيقول له نور ليش لحتى ما يجي فبيقول له أمير هو اللي تخلص من حياته لملحم فبيقول له نور لا ما في هيك شي فبيقول له يا بنتي كل الحارة بتعرف هذا الحكي واستولى أمير على محله كمان بسام الرمحي بيوصل عند وصوف بنفس المكان يلي محترسين فيه كمال وعاطف وبيقول بسام له وصوف في ناس صاحيين أكتر مني ومنك يا وصوف نحنا لتخلصنا من ملحم وأمير أخذ مكانك فبيقول له وصوف مثل ما خبرتك يجا وستولى على مكاني بلمح البصر وكل الرجال بايعو فبيقول له بسام يعني في حد عطرت عليك فبيقول له ما في غير هالشابين طلعوا أو فيها ليكون وما بيعرف وصوف أنه أميري اللي زارعو هون معو فهون بسام بيقول له لوصوف عابب الأجدب كمال بيدخل بسام لعند كمال وبيقول له كمال مع ناتا انت وراهن لها دولة وبيضحك بسام وبيقول له يا بطل فيه أخبار ممليحة أبدا اللي عمر إلك معلمك ملحم بياع الكباب مات وأمير هو اللي عملها وسهل علينا شغلنا مو بس هيك راح واستولى على مكان معلمك وبسام بيستغل ضعف كمال بهي اللحظة وبيعبي براس كمال وعاطف أنه كيف بتخلي واحد مثل أمير ياخد مكان معلمك وكيف رح تستمر بالعيش بندونه أمير بيتصل بالمعلم ملحم وبيقول إجا بسام الرمحي وقال لي نفس الكلام اللي قلت لي يا رح نلتقى المسا يعني رح يتخلص مني فبيقل له ملحم لا تخاف يا ابني هو اللي رح يطير وبلا رجع كمان المسا رحكون جاهز وروح لعندكن نور بتروح على محل ملحم وأمير وقت يشوفها بيقول للشباب جهزوا الغراض مشان المسا وبيطلع لبره ليشوفها وبتقول له نور كأنه اللي سمعته بالحارة صحيح فبيقل له أمير وشو سمعتي بالحارة وليش اجيتي لهون مو قلت لكم نبهت عليكم انه ما حدا يطلع بره البيت فبيقل له نور هلأ المهم انت بخير وضعك منيح ما في خطورة عليك فبيقل له أمير ما في مشاكل لا تخافي فبيقل له نور يعني وانت اللي تخلصت منه لملحم فبيقل له أمير قلت لك ما عملتا لأنه كان ما لازم تعرفوا بهذا الشي فبيقل له نور لك انت بدك أمك تنجلت منك ومن عميلك فبيقل له أمير ومشان هيك ما رح تسمع بأي شي صرت بتشبه رجال المافيا فبيقل له أمير لا تخافي هاي قصة طويلة وبعدين بخبرك عنها هلأ ما فيني أحكي لك شي وبيجي واحد من رجاله وبيقل له الجماعة اللي عم تستناهن مصلو ونور بتكون مصعوقة من تصرفات أمير مع العالم الموجودة ملحم بيكون عم يحكي بالتليفون مع ويسام وبيقل له اليوم رح نتخلص من بسام الرمحي فبيقل له ويسام بابا دير بالك دير بالك مني هذا بسام الرمحي موحا يلا هذا خطير أكتر ما متوقع فبيقل له ملحم لا تخاف علي يا ابني خليك بعيد عن الموضوع وبس وبس يصير الوقت مناسم بخبرك وبعده بيسكر ملحم ويسام بينزل من السيارة وبيكون عم يشوف شو عم بيصير ببسام ورجع له أنا أمير فبيكون عم يلاقي العميد خليل وقت يجي خليل بيقل له لأمير برافو عليك انت قدرت تضل جوا مع ملحم وهون أمير بيقل له اليوم جاي بسام الرمحي لحتى يتخلص مني وملحم ناوي يتخلص منه فبيقل له العميد خليل طيب خليل يجوا نحنا كمان رح نكون هناك ووقته بنقدر نمسكهم سوا وبيقل له أمير شو رح تحكي للفريق فبيقل له لا تخاف منقل لهم انه حسنا نلاقيك مشان يكون في حجة لناخدك انت كمان بتهمي تخلصك من عبود بس سام والسوف بيصير وقت طلعتهم من المكان ليشوفوا أمير وبيطلعوا بالسيارة وبيكون ويسام عم يراقبون وأمير بيكون مجهز لرجال مع أسلحتهم وبيطلعوا ليلة أولى بسام بمكان اللقاء وهنا بالسيارة أمير بيتصل على ملحم وبيقل له معلم نحنا طلعنا فبيقل له ملحم وأنا كمان جاية لنشوف شو بطه يعمل بسام وقت يشوفني قدامه وبيطلع ملحم كمان وبهي اللحظة كمان بيكون العميد خليل لم الفريق وبيقل لهم رايحين نجيب أمير المتهم بالتخلص من عبود فبتقول له سما بس بسام مو هون فبيقل لهم لا تخافوا رح عقبوا لأنه عم يتصرف على كيفو هالفترة أمير بيوصل على مكان اللقاء مع بسام وبيجهز حاره مع الرجال والعميد خليل ورجاله بيكونوا منبعد عمير عقبوا وسما بتقول له لعميد خليل هاي أمير موجود سيدي والباقي معرفتهم فبيقل لهم العميد خليل هدول الجماعة ورجاله الملحم أما بسام ووصوف فبيكونوا بالطريق وبيقل له بسام لوصوف بدي يقلك شغلة يا وصوف فبيقل له تفضل معلم فبيقل له بسام ملحم عايش ما مات متلمانك مفكر ومتأكد من هذا الشي فوصوف بيخاف كتير وبيقل له بسام ما في داعي لكل هالأد وانت قلتلي انه كل الرجال خذلوك ما على الاثنين الأوفياء يلي قلتلي عن هون أوفياء تميت اتبك فيهون لحتى بقوا كل شي وقالوا لي انه ملحم عايش فوصوف بيقل له معناته ملحم ما رح يتركنا عايشين ونحن رايحين لعنده برجلينا فبيقل له بسام مظبوط رايحين على الفخ يلي نحن نصبنا لإله ورح تشوف شو رح نعمل ملحم بيكون بطريقه لمكان اللقاء وبيلاقي زلمتين تبع وصوف مربطين بالشارع الوحيد يلي بيودي على مكان اللقاء وبيقول نحن واقعنا بالفخ يا رجال وأمير بيكون منتظر بسام بس المفاجأة أنه بيوصل لعنده كمال وعاطف وكمال بيبهدل كل الرجال لأنه نبايعه لأمير وبيقول له أمير لك أنت وقعد بيفخه لبسام وهلأ ممكن يكون المعلم ملحم بخطر وكمال ما بيفهم شي وبيسأل واحد من الرجال شو في فهموني فبيقول له لك المعلم ملحم عايش وأمير بيحاول يتصل بملحم بس ملحم ما بيرد عليه ملحم ما بيرد على أمير لأنه بيكون بسام بوزع رجاله من بعيد ومصوبين أسلحتون الليزر على ملحم ورجاله لملحم ما بيقدر يعملوا شي وبيبعدوا وبيقول لون بسام إذا ما بتكن تنعدوا من أبوكن خليكن أبعاد وبيقول له كيفك يا ملحم وبيرجع برنتليفون ملحم وبيقول له بسام لملحم شو ما بدك ترد ممكن تكون آخر مكالم لإلك وبيقول له ملحم كلام الأخير رح يكون معك انت وبس وأمير بيجنه وبيقول له لك مال لك ما عم يرد فبيقول له كمال لك خلينا نروح نأنقذه فبيقول له أمير لك وين بدك تلاقي أنا خايف نكونوا تأخرنا يا كمال العميد خليل بيقول للفريق يلا صار لازم ناخده لأمير وبيوصلوا لعندهم وفعلا بيقدروا ياخدوه لأمير بتهمة عبود وبيفتشوا باقي للرجال إذا ما هون شي وبيتركوهون وبعدها كمال وباقي للرجال بيزعلوا على أمير بسام بيقول له لملحم هلا صار لازم تروح معنا يا ملحم فبيقول له ملحم عمل اللي بدك تعمله هون وخلصنا وبهاي اللحظة بيقرب وصوف وبيسلم على ملحم وبيقول له لو ما شفتك بعيني ما كنت صدقت إنك عايش يا ملحم وبيقول له بسام ذك شو عايش ما نك شايف كيف خايف فبيقول ملحم لإلون لا تعملوا هيك يا صبايا بتخوفوني بعدين بابتسامة خفيفة ووصوف بيقول له لك خدمتك عشرين سنة وبعتنا مع أني واحد من رجالك فبيقول له ملحم أنت بحياتك ما كنت واحد من رجالي أنت واحد بيلحق مصلحة والمصاري واسمع مني هالكلمتين ممكن موت هون إيه بس رح تندم على الساعة اللي شفتني فيها ميت وواحد من ولادي رح يتخلصوا منك أمير أو كمال أو حتى مصطفى ما رح يخلوك تعيش براحة أبدا ووصوف هون بخريط وبيقول له لبسام معلم ما رح تخلص على هات ملحم بيقول له لبسام إيه وبعدين معكون بلشت مل أنا ها خلصني فبيقول له بسام تعال معنا أحسن ما يزعلوا عليك الرجال فبيقوله رجاله لملحم أنت بسئلنا شو نعمل مستعدين نموت كرمالك يا معلم فبيقول له ملحم لو الصوت شفت رجالي كيف يا ولد وتعالى نمشي سوايا حلوين لنشوف لوين رح تاخدوني هيك منكون حكينا لكون توقعات أحداث الحلقة تبعنا وعشرين من مسلسه العامين إن شاء الله تكون الأحداث عجبتكن ولا تنسوا تشاركوا الفيديو بأدف أتكون